اشتركوا في القناة تتعلق بارتكاب اعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الابيض واوضح مصدر امنيا المشتبه فيه دخل في خلافة مع الضحية بسبب نزاع عرضية بحي المسيرة الثلاثة بمدينة الدخلة تبادل على اثره الضرب والجرح الخطيرين بواسطة السلاح الابيض بمشاركة شخصين اخرين يوجدان في حالة فرارة وقد تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي مباشرة بعد ارتكاب هذه الافعال الاجرامية وتم وضعه تحت تدبير الحرص النظرية قبل ان يتم تقديمه امام النياب العامة التي قررت ايداعه السجن على دمة المحاكمة بينما تم تحرير مذكرات بحث في حق المشتبه فيهما الفرارين اما الضحية فقد تم نقله الى المستشفى وخضاع للعلاجات الضرورية واذ يحرس الامن الاقليمي بالدخل على توضيح حقيقة المعطية المرتبطة بملابسات هذه القضية وبتطورات البحث فيها فانه ينفي في المقابلة الاشاعات التي تروج لها بعض الجهات الانفصالية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدعي بشكل مضل الوزائفة ان الضحية كان موضوع اعتداء جسدية من طرف عناصر تنتمي لجهاز امنية نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء